السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ويذكر نفسي ويذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابه يوما أيكم يحبوا أن يغدو كل يوم إلى بطهان أو العقيق فيرجع بناقتين كوما وين من دون قطيعة رحم ولا إثم فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير لهم من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل اخرجوا الإمام مسلم فيه صحيح فاحتسبوا هذه الأوقات التي تجلسون فيها لسماع العلم لعل الله تبارك وتعالى يدخر ذلك عنده إذا أخلصنا النية له سبحانه وتعالى ونحن في ليلة السبت ليلة الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة ثلاثة واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الثانية من الشهر العاشر لسنة إحدى وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام وما زلنا مع سورة الأنعام ومع الآية الثالثة والتسعين من هذه السورة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب أي لنا كل يقول جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم هذا السؤال استنكاري توبيخي تقريعي لهؤلاء وهو استفهام بمعنى النفي لأن الله لا يستفهم ليتعلم أو يعلم سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم جل وعلا وإنما يأتي الاستفهام أحيانا للنفي حان للتقريع والتبكيت وهنا يقول ومن أظلم من هؤلاء وضرب ثلاثة أمثلة ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ذكر ثلاثة أمثلة ولا يقصدن هؤلاء فقط وإنما هؤلاء ومن شابههم هؤلاء أظلموا الخلق أي لا أحد أظلم من هؤلاء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا والافتراء على الله الكذب هو أن يدعي شيئا وينسبه إلى الله والله ما قاله كمن يفتر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله جلاله في الأحالة القدسية مثلا والأحالة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي يكذب عليه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار يقول أهل العلم هذا الكذب على النبي فكيف الكذب على رب النبي سبحانه وتعالى والكذب على الله منه كذلك ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلاو هذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالإنسان لا ينسب إلى الله شيئا سبحانه هو ما قاله ولا أمر به ولا نهى عنه سبحانه وتعالى فيمسك الإنسان لسانه عن أن ينسب إلى الله جل وعلا ما لم يقله قال ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباه هذا وحي قال أو قال أوحي إليه أي ومن أظلم ممن قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء وهو مدع النبوة الذين يدعون النبوة وهذه السورة قال أهل العلم وإن كانت مكية إلا إن العبرة بعموم اللفظ فتصلح لزمن للزمن المكي وللزمن المدني ولزمننا هذا ولما بعد زمننا لأن القرآن صالح لكل زمان ولكل مكان قال أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء فيدخل في هذا مسيلمة الكذاب والسجاح التغلبية ويدخل في هذا طليحة الأسدي والأسود العنسي والمختار ابن أبي عبيد وعبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي ارتد وقال كنت أنا يعني أقول للنبي شيئا فيكتبه وحيا ثم تاب منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح يقينا وكذلك طليحة الأسدي تاب يقينا وبقي مسيلمة الكذاب والأسود العنس هذان قتل على الكفر والمختار بن أبي عبيد كذلك الذي دع النبوة قتل على الكفر بقي السجاح اختلف فيه هل تابت قبل أن تموت أو لم تتوب علمه عند الله تبارك وتعالى وعلى كل حال أمرهم إلى الله جل في علاه لكن الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى يقول إن من أعظم الناس جرما من أعظم الناس جرما من كذب على الله ومن ادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كما وقع للحارث حيث كان يقول عن آيات الله تبارك وتعالى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يناديناه تعالى أحدثكم كما يحدثكم محمد فليس حديث محمد أحسن من حديثي فهذه أمثلة ذكرها الله تبارك وتعالى لأهل الظلم العظيم عند الله تبارك وتعالى نعم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ثم قال الله تبارك وتعالى ولو ترا إذ الظالمون في غمرات الموت ولم يذكر الجواب قال والملائك تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم لكن لم يذكر الجواب للتهويل للتهويل لأن الأمر عظيم الأمر عظيم فلذلك لم يذكر النتيجة خلاك تتخيل أن تخيل ماذا سترى وإذاك يقول أهل العلم تقديرها لرأيت هولا عظيما لرأيت شيئا كبيرا لكن أنت تخيل كيف سيعذبهم الله تبارك وتعالى وكيف سيصنع بهم وهو الكبير العظيم القوي القدير جل في علاه ولو ترى إذ المجنمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا سمعنا وآطنا لكن ما ذكر الجواب كذلك أي لا رأيت شيئا عجيبا وكذلك هنا ما ذكر الجواب حتى يعطيك مجال هذا التخيل والتصور الذهدي وهذا هو التدبر هذا هو تدبر كتاب الله تبارك وتعالى قال ولو ترى أيضا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له أن يوجه الخطاب قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الظالمون هنا المقصود ظلم الكفر وهو الظلم الأكبر كما قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت غمرات الموت أي أهواله وشدائده أهوال الموت وشدائده والغمر في الأصل هو التغطية غمره الماء غطاه وقال هنا غمرات ولم يقل غمرة الموت وإنما غمرات إما لتعددها أهوال كثيرة وإما لشدتها وعظمها فقال غمرات وهنا تحتمل أن غمرات الموت هنا ولو ترى إذ الظالمون في غمراتها غمرات الموت هنا يحتمل أنه وقت الوفاة ويحتمل يوم البعث يوم البعث تحتمل الأمرين يوم القيامة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم باسط أيديهم بسط اليد عادة يكون للإهانة تقريع الإيذاء بشكل عام لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فبسط اليد عادة يكون للإيذاء بسط يده إليه أي أراد أن يؤذيه والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم فإذا قلنا هو وقت الموت فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال المؤمن وحال الكافر عند الموت أما المؤمن فتحضر ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم كفن من الجنة فيقول أخرج يا أيتها الروح الطيبة فتخرج الروح المؤمن كما تخرج النقطة من في السقاء نقطة الماء كيف تخرج من الصنبور أو السقاء تخرج سليسة سهلة هكذا تخرج روح المؤمن جعل الله إياكم منهم تخرج هكذا سليسة فيأخذها ملك الموت هو يقبض الأرواح ثم تتلقفها منه الملائكة وهؤلاء ملائكة الموت المساعدون له هؤلاء المساعدون له فيأخذونها ويضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ثم يصعدون بها إلى السماء أما روح الكافر فتحضر ملائكة سود الوجوه سود الثياب ما هم حنوط من النار وكفه من النار فينادو أخرج أية والروح الخبيثة فتختلج في صدره لا تريد أن تخرج طبعا هذا شيء لا نراه وإذا قال أهل العلم ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت قال أهل العلم الرؤية هنا تحتمل أحد أمرين إذا قلنا هذا الكلام عن يوم القيامة فالرؤية بصرية وإذا قلنا هذا الكلام عن قبض الأرواح من الأجساد فالرؤية قلبية للعلم ونحن كمؤمنين نصدق الله تبارك وتعالى ونصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول أخرج أية والروح الخبيثة فتختلج في صدره فيسحبها ملك الموت من صدره فتقطعه من الداخل فتخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول الصوف المبلول يكون متماسكا والسفود هي هذه الحديدة التي لها أطراف ثلاثة حادة فإذا أخرجتها من الصوف لا تخرج حتى تقطع الصوف وهكذا والعياد لا تخرج روحه الكافر فيضعونها في ذلك عندما يأخذها ملك الموت تأخذها منه ملائكة العذاب فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ثم يصعدون بها إلى السماء فيقول الله تبارك وتعالى هنا ولو ترى إذي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا عيديهم أخرجوا أنفسكم اخرج أيها الرؤية تهديد وعيد اخرجي سترين الآن كيف كنت تكفرين وتسبين وتلعنين وتعاندين وتؤذين الآن بدأ الحساب نعم الآن حساب البرزخ ثم يأتي حساب يوم القيامة أخرجوا أنفسكم أي من أجسادكم وإذا قلنا عن يوم القيامة أي أخرجوا أنفسكم من عذاب يوم القيامة لأن الله تبارك في الآية الأخرى يقول ولو ترى الذين كفروا ولو ترى الذين كفروا ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قالوا هذا يوم القيامة يضربون وجوههم وأدبارهم وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فهنا الآية تحتمل الأمرين تحتمل حين الموت وتحتمل حين البعث قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الهون بالضم والهون بالفتح الهون من الهوان والإهانة والهون من السكينة والرفق وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة يمشون على الأرض هونة يعني برفق وسكينة فالهون غير الهون الهون بالفتح هو الرفق والليل والسكينة والهون بالضم هو الهوان والذلة قال اليوم تجزون عذاب الهون أي عذاب الإهانة بما كنتم تقولون على الله غير الحق أي في الدنيا اللي قلناه في البداية أو الذي قاله الله تعالى في أول آية ومن أضلوا ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله هذا كله يقولونه على الله في هذه الدنيا بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يستكبرون عن آيات الله تبارك وتعالى لاهية قلوبهم مترفعون عن الاستجاب لأوامر الله تبارك وتعالى وعن أحكامه لا يستجيبون لأحكام الله ولا يستجيبون لأوامره ولا يستجيبون ولا ينتهون عما عنه نهى سبحانه وتعالى والله المستعان ثم قال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرْهِ الله أكبر حاول أن تعيش مع هذه الآية تصور أنك أنت المخاطب هنا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا وَكُلُّهُمْ أَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا كلنا سنأتي الله فرادًا هذا الأمر لا بد أن يستشعره الإنسان في قلبه وأن يستشعر هذا اليوم سيكون ترى كيف سنلاقي الله تبارك وتعالى بماذا نجيب هل نحن مستعدون لهذا اليوم أو غير مستعدين فكر في نفسك تأمل الموقف وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا ذكرها بالماضي للتأكيد أن هذا الأمر واقع ولا شك كما خلقناكم أول مرة أليس الله خلقنا فرادًا يبعثنا فرادًا سبحانه وتعالى كما خلقنا أول مرة سبحانه وتعالى الله مستحن وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مُرْلًا قيل فرادا ليس معنا أموالنا ولا أولادنا ولا خدمنا ولا حشمنا وقيل فرادا أي فردا فردا واحد 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 وإذا قال رجل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس في ساعة واحدة إذا كان فردا فردا ومتى يخلص كيف يحاسب الله الناس في ساعة واحدة فقال له علي رضي الله كما يرجقهم في ساعة واحدة كما يرجقهم في ساعة واحدة يحاسب في ساعة الله على كل شيء قدر لا نقيس الله على أنفسنا الله غير سبحانه وتعالى ففرادا هنا تحتمل فرادا أي بدون خدم بدون حشم بدون أموال بدون متاء أو فرادا فردا فردا وتحتمل أيضا فرادا عن من كانوا يدعون أنهم شركاء وأنهم شفعاء وأنهم ينصرونهم من دون الله وهذا ينطبق على من يدعو غير الله تبارك وتعالى ويسجد للأصنام ويطلب الأولياء وغير ذلك من الأمور الله تبارك وتعالى يقول تأتي فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحدك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة قال أهل العلم كما خلقناكم أول مرة أي حفاتا عراتا غرلة كما خلقنا الله تبارك يعني لا شيء معنا الأيدي فارغة حفات عرات غرن كما خلقنا أول مرة كما بدأكم تعودوا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم تركتم ما خولناكم هذه تصدق على إذا قلنا المال والبنون والعبيد والحشم والخدم وإذا قلنا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم تصدق على من يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان المال والأهل ويبقى واحد وهو الآمن وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت وما سوى ذلك ما سوى هذه الثلاثة فإنك تاركه للناس تاركه للناس وذا قالوا مالك إما أن تتركه وإما أن يتركك إما أن تتركه أنت بالموت وتبقي هذا المال لورثتك وإما أن يتركك فتخسر هذا المال ويضيع مال كم من ناس كان غنيا فافتقر تركه ماله فالمال إما أن يتركك في الدنيا بذهابه وإما أن تتركه أنت في الدنيا بذهابك في النهاية ستفترق أنت ومالك قال وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء زعمتم أنهم فيكم شركاء والواقع ليس كذلك والواقع ليس كذلك وإذا قال الله تبارك وتعالى لقد تقطع بينكم تقطع بينكم وفيها قراءة لقد تقطع بينكم بضم النون بينكم أو بينكم البين بالضم هو الوصل بنتم وبنا وما جفت وما بيت شامل ابن زيدون بنتم وبنا وما اهتزت ما وما جفت ما آقينا طيب اللي هو أضحى التناء بديلا من تدانين وطابعا طيب لقيانة تجافين البين هنا هو القطع تقطع بينكم أي تقطع الوصل الذي كان بينكم فالبين بالضم بينكم أي وصلكم تقطع لقد تقطع بينكم أي تقطع فيما بينكم أيضا تقطع الوصل لكن محذوف يكون تقطع الوصل الذي كان بينكم فإذا قلنا بالضم البين هنا اسم إذا قد تقطع بينكم هنا ظرف يقول لقد تقطع لقد لام هنا لام القسم أي والله لقد تقطع والله لقد تقطع بينكم أو بينكم كما قلنا وضل عنكم ما كنتم تزعمون أي ابتعد عنكم ما كنتم تزعمون من الشركاء والشفعاء اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب الله تبارك ويذكر لنا هنا أن هؤلاء يلعن بعضهم بعضا وتتقطع الأسباب التي بينهم هنا في هذه الآية عندما يتدبر الإنسان ما فيها من المعاني حقيقة ويتصور ما يقع لأولئك الكفار في ذلك اليوم يجب عليهم يخاف ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات ثبتنا الله وإياكم على صراطه المستقيم والله على وعلم وصلى الله وسلم وبركاته ومحمد قال سعيد المسيب لا تقل لصاحبك يا حمار يا كلب يا خنزير فيقول لك يوم القيام أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا هل هذا النقل صحيح لا أدري بس المعنى صحيح فعلا يعني هذا الإنسان عندما يحتقر الناس ويتلفظ عليهم بمثل هذه الألفاظ يحاسبونه يوم القيامة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد فالذي يسخر من الناس ويستهزئ بهم ويلقبون بهذه الألقاب نعم يحاسب عليه يوم القيامة يقول ما هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء وبعده أما قبل الوضوء فلا أعلم شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول بسم الله توضأوا بسم الله أما بعد الوضوء فنعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتوضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن محمد رسول الله هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية لا ما اجعل من التوبيل واجعلني من المتطهرين لكنه ضعيف والثابت هذا الذي ذكرناه أما أثناء الوضوء فلم يثبت شيء أيضا أثناء الوضوء لم يثبت شيء بعض الناس يبالغ يعني كل شيء يدعو عليه يدعو له إذا غسل وجه قال الله مبيض وجوهنا إذا غسل يدي قال اللهم اعطني كتاب باليمين وإذا غسل الى الشمال قال اللهم لا تعطني كتاب للشمال هذا كله لا أصل له أبدا نقول هل تعدد الزوجات سنة يعني لا يقال سنة ولا يقال بدعة تعدد الزوجات ولا يقال عدم التعدد سنة هذا يختلف باختلاف الأشخاص إذا جمع الإنسان ثلاثة أمور أدد الزواج إذا كانت عنده القدرة المالية وعنده القدرة الجسدية وعنده القدرة النفسية يعني يستطيع أن يسيطر على البيت ويقيم هذا البيت وكذا يعد والذي يعجز عن واحدة من هذه الثلاث يخشى عليه أن يظلم والله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقس يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خشي الإنسان عدم العدل فيكتفي بواحدة ولا يتوسع في هذا الأمر وإذا استطاع أن يعدل وعنده القدرة المالية وعنده القدرة الجسدية فلا مانع من ذلك والله أعلم من أول من يدخل جهنم والجنة يوم الحساب يعني هذه الأسئلة تصور ما لها يعني كبير فائدة يعني ماذا نستفيد إذا علمنا هذا الله أعلم لكن على كل حلق الجنة أول من يطرق باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يطرق باب الجنة أما جهنم الله أعلم لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر فيهم نار جهنم ذكر ثلاثة وهو الجواد والقارئ القرآن والشجاع الجريء والمقصود بهؤلاء من فعل هذا نفاقا ورياء أمام الناس فيؤتى بالقارئ القرآن فيذكره الله بدعمه عليه فيقول ماذا فعلت قرأت فيك القرآن وعلمته فليقال له كذبت إنما فعلت ذلك فيقال قارئ ثم يؤمر بالنار فيسحبه على وجهه ثم يؤتى بالجواد الكريم فيذكره الله نعمه فيقول له ماذا فعلت فيقول أنفقت المال في مرضاتك فيقال له كذبت إنما فعلت ذلك يقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار ثم يؤتى بالشجاع الجريء فيذكره الله نعمه عليه فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت فيقال لو كذبت إنما فعلت ذلك يقال جريء وقد قيل خذوه إلى النار لكن هل هؤلاء أول من يدخل النار عموما أو غيرهم الله أعلم لكن هؤلاء من الأواء اللا شك يقول عندي مال لشراء سيارة جديدة وهذا المال لا ألمسه هل يجب عليه أو علي أن أزكي على هذا المال علم أني عندي سيارتي وأستعمل له غير محتاج سيارة جديدة نعم هذا المال فيه زكاة طالما أنه دار عليه الحول وبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة يقول امرأة خلعت نفسها من زوجها منذ سنوات وعندما تم الخلع الظاهر الذي قبل سنوات سألها القاضي إن كانت حاملا فأجابت إن لديها عذرا شرعيا تقصد الحيض الآن ومع ذلك طلقها القاضي ولم تكن هي أو طليقها آنذاك على علم بأنواع الطلاق البدعي فما حكم طلاقها وهل عليها شيء وهل القاضي أخطأ بتطليقها أنا ما أدري يعني حقيقة ماذا سأل القاضي هذا ادعاهم هم لكن إذا كان كذلك فسؤال القاضي ما لا معنى أبدا هل هي حامل أو إذا حامل ما يفرق شيء طلاق الحامل يقع بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر طلقها حاملا أو حائلا فالطلاق الحامل يقع بالسؤال هل هي حامل أو ليست بحامل لا يترتب عليه شيء إنه يترتب عليه فقط مدة العدة فقط وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقط العدة تمتد إلى الولادة فغريب يعني القاضي يسألها عن الحمل ولا يسألها عن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعني هذا يكون تقصير من القاضي بس أنا أتصور يمكن منهم وهم أو القاضي غير شرعي يمكن بغض النظر الطلاق البدعي أربعة أنواع كما ذكر أهلهم الطلاق البدعي ومعنى بدعي يعني محرم طلاق بدعي يعني حرام إنسان إذا بيطلق يطلق على السنة وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة هذا طلاق السنة يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة هذا الطلاق السنة أما الطلاق البدعي فله صور منها أن يطلقها في حيضها هذا طلاق بدعي محرم ومنها أن يطلقها في طهر جامعها فيه يعني أمس جامعها قبل أمس جامعها قبل ثلاث أيام جاء معها وجاء اليوم مطلقها هذا بدعي طلاق بدعي محرم النوع الثالث طلاق المعن Eng Isabella ينطلقها وهي نفساء كذلك هذا طلاق المحرم ينطلقها وهي نفساء بدعي الطلاق الرابع وهو أن يطلقها ثلاث طلقات بمجلس واحد أو طلقتين في مجلس واحد طالق 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 أو طالق طالق يكررها هذا بدعي محر أو طالق بالثلاث أو طالق بالألف حسب عد عصابه شكثر مع الصب شوف كم واحدة يعطيها هذا كله يعد مرجله وهذا مجهلة وإلا الإنسان الذي بيطلق طالق وبس سك لسانك سك سفايا فيك طالق تهل الأمر فالأصل أن يطلق طلاقها والطلاق البدعي سواء طلقها ثلاثة أو طلقها في نفاس أو طلقها في طهر جامعها فيها أو طلقها وهي حال يقع على قول الجماهر مع الإثم يعني يقع ويأثم على هذا الأمر وذلك الإنسان إذا أراد أن يطلق لابد أن يفكر قبل أن تطلق فكر قبل أن تتكلم فكر هل يجوز لي أن أطلق الآن أو لا يجوز لي مو معصب وتطلق لموقف تطلق ما يجوز هذا الإنسان يفكر قبل أن يطلق أنا زوجتي جات ونرفزتني أغضبتني أي شيء عصتني أيسة من الأسباب منه طلبت هي الطلاق لازم أفكر قبل أن أطلق هل هي حائض متى آخر مرة جامعتها هل هي نفساء إذا لم يكن شيء من ذلك طيب أتلفظ بواحدة ولا أتعنتر طالق 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 أو طالق بالألف أو طالق ووحد يقول طالق بعدد نجوم السماء ويقول طالق بعدد شعر رأسكي كلام تافه هذا مجهلة حقيقة وأنه يطلق واحد وإذاك جاء عن ابن عباس أن رجل أن جاء قال طلقت امرأتي بالألف فقال حرمت عليك بالثلاث وعليك تسعمائة أو سبعة وتسعين إثم تلعب ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجل انطلق امرأته يعني بأكثر من واحدة قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرك سماه لعبا بكتاب الله تبارك وتعالى فالله تبره ما أعطاك الطلاق أيها الرجل إنما أعطاك لأنك أعقل وأنك تستطيع تحكم بمشاعرك وأنك تصرف بإنصاف وعدل فتطلق الكلمة في وقتها ولا تزيد عليها فالشاهد من هذا أن الطلاق البدعي محر ويجب عليها أن يراجعها إذا قال لها طالق وهي حائض يجب عليها أن يراجعها من نفس اليوم يقول أرجعتك إذا لم تكن الثالثة وكاذا يطلقها في طهر جامعة فيه يجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الثالثة وإذا قال طالق وهي في نفاسها يجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الثالثة لكن إذا قال طالق بالثلاث طالق حرمت عليه بالثلاث خلاص انتهى الأمر فينتبه الإنسان لمثل هذه الكلمات إذن الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها ويحامل هذا الطلاق سني الطلاق البدعي أن يطلقها ويحائض وهي نفسها في طهر جامعة فيه أن يطلقها بأكثر من كلمة في مجلس واحد والله المستعانا على كل حال فهذه إذا كان طلقها طلاق البدعي فالطلاق البدعي يقع على قول جماهير أهل العلم نعم هناك من أهل العلم من يفتي بأن الطلاق البدعي لا يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليها مرنفه ورد لكن الصحيح الذي عليه جماهير وأهل العلم هو يقع مع الإثم نعم بدعي لكنه يقع والله المستعانا وسمي بدعيا لأنه يطيل على المرأة أمد العدة لأن المرأة تعتد كم يقول الله تبارك الله المطلقات يتربصن بمفزنة ثلاثة قرؤ وتنتهي عدة وتشوف حالها تبت تزوج أو شيء كذا تبتفتك منه فهذا الذي يطلقها في طهر جامعها فيه أو في حيضها يجعل الحيضات أربعة عليها يعني يطيل عليها المدة يطيل عليها المدة لذلك حرمه الله تبارك وتعالى طيب يقول هل صحيح يجب علي أن أصلي بالمسجد القريب من بيته بدلا أن أصلي بالمسجد البعيد لا لا يجب صلي في المكان الذي ترتاح إليه لكن إذا صليت بالمسجد القريب أبعدت عن نفسك التهمة لأن جيرانك عندما لا يرونك في المسجد يقول إيش فلان لا يصلي ولا يعلمون أنك تصلي في المسجد البعيد لكن لو كان بين فترة وفترة تصلي في المسجد البعيد ترتاح هناك أكثر أو كذا ما في باس على كل حال أن تصلي في المسجد البعيد لكن ترتاح أكثر أو هناك مثلا دروس علمية أو هناك القارئ تخشع بقراءته أو صلاته أضباط أو صاحب سنة أكثر من المسجد التي تصلي فيها وكذا لا بأس إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة يا بينا محمد